نبدأ من المحور الأول الذي يتعلق بأحمد الصراف الكاتب الصحفي موضوع قرارك الذي تراجعت عنه مؤخرا وهو التوقف عن الكتابة لماذا قررت أنك تتوقف عن الكتابة و لماذا عدت عن هذا القرار الموضوع هذا حقيقة شائك لأن أنا إنسان غير كاتب محترف أنا إنسان هاوي وبالتالي لي عواطف فيما أكتب و لي شخصيتي اللي أكتبها موجودة في كتاباتي بتمثل نفسيتي أكثر من غيري ربما و لهذا لا يعطيني أهمية ولا يعطيني أقل من قيمتي قبل سنة أنا توقفت عن الكتابة أو أردت أن أتوقف لأن ما كنت عارف أنا أكلم منه من القرار وسيل الردود اللي جاني خلاني أتراجع هالمرة بعد سنتين ما أتذكر الفترة أعتقد سنتين تعبت من قيام الجريدة بشطب أو تعديل أو إلغاء بعض مقالاتي التي أنا أجتهد في أني أصيغها و صياقة المقال بالنسبة لي لأني كاتب غير محترف عملية مجهدة جدا و في نهاية الأمر هذا المقال يشطب أو يعدل أو يلغى أو يهمل أثر فيني كثيرا فحاولت مع الصحيفة لم أجد تجاوب فقررت أني أتوقف عن كتابة وأصلا أنا يأسان من أن كتاباتي قاعدت تعدل الوضع أو تؤثر في المجتمع و قلت أريح نفسي خاصة أن أنا غير مستفيد مادية من الموضوع فليش أني أنا أوجع راسي بهالمواضيع هذه ولا لي هدف أني أكون أنا مسؤول في الدولة أو مرشح لأي انتخابات لأي جهة كانت كبرت من العمر و عندي وضع مادي مرتاح و أعيش تقريبا نصف وقتي خارج الكويت فقد لقيت الموضوع ملائم أن أنا أتوقف عن كتابة هنا لماذا عدت عدت و أنا مجبر حقيقة لأن حدد الناس اللي كمان اتصلوا هالمرة كان أكبر و ما كنت أعتقد أن هذه الأقل رائع أصلا كبار بالعمر ناس لهم مكانتهم في قلبي احترامي في عقلي ناس ما كنت يعني أضعهم أبدا في اعتباري أن هذي ليس فقط قراء قراء مدمنين فقالوا أن توقفك هذا و الجريدة تجاوبت معه يعني نفس الضغط اللي جاني أنا أعتقد أنه جاء للرئيس تحرير الصحيفة وبالتالي اجتمعنا في بيت صديق و تم تسوية الخلافات البسيطة هذه و رجعنا وأعتقد الجريدة حست أن أنا هكذا أعتقد أن لي الثقل معين بسيط في المجتمع فأعتقد رح تكون متجاوبة أكثر و أنا أكون حذر أكثر مرة ثانية في كتاباتي و ما أعرضهم هما لأي إزعاجات مع السلطات أو أحالة للنيابة تكنت تسبب لوم حرج في مقالات الإساعدة؟ سببت لوم حرج أكيد أكيد سببت لوم حرج و رحنا نيابة يعني لما الجريدة تأخذ للنيابة عملية غير سهلة و مزعجة